اهلا بكم في تامن درسنا في دورة الديفنشي ريزول 15 والنهاردة هنتكلم على الكيرفز والكيرفز دي هي موجودة في برامج كتير والناس اللي بتشتغل في فوتوشوب ممكن تكون عارفاها والناس اللي بتشتغلوا لايت روم وافتر ايفكت وموجودة في صوفت ويرز كتير قوي بالنسبة للناس اللي مشفتهاش قبل كده الخط ده بيعبر النقطة اللي تحت عن الشادوز او منطقة البلاكات في الصورة او المناطق الغمئة واللي فوق ده الهايلايتس يعني انا لما بزود كده انا بزود الهايلايتس ولما بقلل بقلل الهايلايتس نفس الحكاية تحت انا كده بقلل الشادوز او بقفل البلاكس او برفعها والنقطة لو انا قدت نقطة في الوزد يبقى انا بتحكم في الميت تونز اي حاجة احنا بنتحرك بيها انا كده بتحرك بي الواي ار جي بي او اليومينانس او النصوع او الاضاءة والشانلز بتاعت الالوان الريد والجرين والبلو طيب لو انا عايز اتحكم في كل واحدة منفاصلة باجي على العلامة دي وبدوسها وكده انا لو رفعت انا برفع اللايتنس بتاع الميت تونز ولو عملت كليك على الار اللي هي الرد يبقى انا كده بتحكم في الرد لو نزلت بيه زي ما انتو شايفين انا بقدم اللون الازرق او بقلل الاحمر ولو رفعته انا برفع الاحمر ولو ضغطت على الجرين وخدت نقطة انا لو قللته زي ما قولنا قبل كده انا بقدم الماجينتا ولو رفعته انا برفع الجرين البلو البلو شانا لنفس الموضوع لو انا قللته انا بقدم الاصفر او بزود الاصفر ولو انا رفعته بزود الازرق طيب لو انا عملت لحظوا حاجة ان الريسيت لانا عملتو ده عمل ريسيت للكيرف ولكن ما عملش ريسيت لالبوتونز دي يعني لازم اعمل كده تاني علشان ااخد البوتونز دي اول سؤال حيجي في بالنا دلوقتي طب انا ليه بستخدم الكيربز بينما انا عندي هنا في الكلر ويلز نفس الكنترولز عندي البلاكس اقدر اقفلها وعندي الهايلايتس اقدر ازودها الاجابة هتكون هو الدقة هنا انا بقدر اتحكم في الهايلايتس ولو انا قدرت اعملت نقطة كده هنا فانا لو ما اتحكم في الهايلايتس انا سايب الميت تونز ما بقرب لهاش ونفس الموضوع في البلاكس ومش بس كده انا اقدر اعمل نقط كتير علشان اتحرك بينهم يبقى انا كده باتحرك في المنطقة دي دلوقتي بس زي ما انتم شايفين فالدقة هي اللي بتخليني استخدم كيربز لو انا عملت رسيت هنا عندي مجموعة من الاختيارات انا لو جيت مثلا رفعت الميت تونز كده وجيت قلت له كوبي نفس اللي انا عملته ده بقى في الواي او في اليومينانس كوبي تو ريد لو جيت على الريد حلاقي ان الريد خدت نفس الشكل بتاع الكيربز وبالمثل طبعا كوبي تو جرين كوبي تو بلو او كوبي تو ايول طيب لو انا جيت خدت الاثول سابلاينز وعملت كليك في نقطة هنا يبقى لي على الكيربز ان انا خدت تلات نقط ولكن ده مش حقيقي اللي حصل انه هو عمل لي هاندلز للكيربز يعني انا دلوقتي اقدر الف الكيربز ده بدقة اكبر واكتر بكتير من النقطة الواحدة بس خلينا نعمل رسيت ونروح لاخر اوبشن اللي هي اد ديفولت انكورز هنا هو اداني اربع نقط وهم دول اغلب النقط اللي انت هتشتغل فيهم عندك الشادوز او البلاكز وعندك الهايلايتز هنا وعندك الاتنين دول في الميت تونز فانا اقدر ارفع النقطة دي من غير مأسر في اي نقطة وعندي برضو الهاندلز بحيث ان انا اقدر ازبط اكتر دقة انا عايز اعملها او لو انا عايز انزل بدي شوية ويه اغير شوية الجزء اللي تحت الاخير ده السوفت كليب ده بيعمل ايه ده لو انا جيت حركت اللو زي ما انتو شايفين كده انا بقطع او كاني بقص ايه الجزء ده من الاضاءة او الشادوز فالصورة بقت فتحة لو انا اتحركت الناحية دي انا كده الفول كيرب تاني لو انا جيت للهاي وبديت انزل بيها زي ما انتو شايفين لو انتو بصين على السكوبس هتلاقييني بنزل كاني بقص او كاني بقطع الهايلايتز دي او بنزل بالليفل بتاع الاضاءة للهايلايتز واي حاجة اعلى من كده بتروح على طول وبنفس الطريقة برضو لو انا خدت الريد وحركت اللو زي ما انتو شايفين هنا وهنا هي نفس الفكرة انا كده بقطع من الشانل بتاعت الريد الاضاءة او بقص الجزء ده من الاضاءة او بحدد المنطقة اللي بشتغل فيها او منطقة الطبقات الاضاءة بدل ما انا مسلا شغال من الاقصى نقطة بشتغل في منطقة محدودة وطبعا انا لما بعمل حاجة يعني انا لو جيت هنا وعملت كده باجي على اللو واعمل دابل كليك بيريسيت تاني ده كان بالنسبة للكيربز طبعا احنا عندنا مجموعة من الكيربز مش بس الكاستم كيرب ده احنا عندنا مجموعة وهنستعرضها في الدروس اللي جاية